والنهاردة جمهير نادي الزمالك بتنتظر المواجهة أمام نادي دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كاس الكم فيدرالية طبعاً انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي مباراة بكل تأكيد قوية جداً النهاردة أكيد خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المباراة وإزاي جمازي هيتعامل مع المباراة دي إزاي التشكيل المتوقع في غيابات يطرح تأثر على الزمالك ولا لأ ده اللي حنعرفه من ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو الأستاذ محمد عفيفي الناقض والمعلق الرياضي صباح الخير يا عفيفي أهلاً وسهلاً بك صباح الخير من نهانم صباح الخير أستاذ محمد صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير مصر إنما كانوا وبإذن الله تفوق مصري إن شاء الله جديد في البطلات الأفريقية المستوى عندها اليوم بأمر اللي أنت إزاي شايف المباراة في حاجات إحنا عارفين إنها هتبقى فرقة معنا خلينا نبتدي كده من الأول الجو حيبقى مختلف وأرضية الملعب بتبقى مختلفة دي حاجات أكيد جمازة عارفها وأكيد بتوع أكيد دريمز يعني حيبقوا بيلعبوا على برضو النقطة دي أكيد مية في المية مصدر قوتهم إن هما يربكوا حسابات نادي الزمالك زي ما عملوها في الصدقهيرة بالمناسبة في أجواء مناسبة في استاذ في أكتر من 50 ألف متفرج من حضور جماهير نادي الزمالك أرضية مناسبة زي ما قلنا أجواء كلها كانت مناسبة إن الزمالك يتفوق ما تفوقش بسبب اللي نقدر نقول عليها العشوائية البنقة بالنسبة لفريق دريمز إنه أنا بلعب مليش ملكة على أرض الملعب أنا مليش سيستم فالزمالك بيحب يلعب مع فريق بيلعب كورة عنده سيستم على أرض الملعب ده اللي ما حصلش في الصدقهيرة ولذلك الزمالك تعثر في إنه حق نتيجة إجابية اليوم زي ما لك عليها عب مختلف أجواء جماهير أرضية ملعب كل شيء مش هيبقى مناسب كمان جوزي جومز أصلا معنوش خبرات في أعماق القارة الأفريقية بالشكل المطلوب المرهوب فيه اللي هو أعرف تعامل مع مثل هذه المواقف هيعتمد على خبرات اللاعبين اللي موجودين وعبدالواحد السيد مع أحمد مجدي مع الناس اللي موجودة في الجهاز الفني اللي يقدروا أن هم مع الشكبالة اللي هيغيب بالمناسبة عن هذه المباراة ما أعتقدش أنه هيأثر بالسلبة على الأداء الفني يعني بشكل أو بآخر وجوده مهم كعمل سيكولوجي بالنسبة للعاملين أكتر لكن في العموم هو عاد إلينا من جديد زيزو أفضل لعب في مصر مؤثر مهم ويكون عامل مؤثر بالإجابة الحركية الهجومية النهاردة لنادي زمالك لأنها على الفرصة مباراة صعبة أجواء صعبة تيك تيك غير منتهج بالمرة من فريق دريمز ممكن يربك لك حسابتك في لحظة بلغة الكرة يكلفتك خلاص يدخل فيك جلوة تاني أنت ما بتعرفش تعمل أي حاجة علشان تتعامل لازم تقفل صح تتعامل بدنية بشكل كبير مع توزيع المجهود لأن المباراة دي بقى فيها جاري وفر وكل اللعب لازم يكون فريح وحيبقى فيه رتوبة وحيبقى فيه حر وحيبقى فيه أجواء مش متلعق متعود عليها لعابة الزمالك بالذات الرتوبة العالي بالتأكيد بما فيها لعابة الكرة اللي ما عندهمش سيستم كرة من فريق دريمز ومن ثم ده هيبقى ضغط مشكلة باخرى لعابة الزمالك خبرات لعابة الزمالك اللي هتفرق في مثل هذه المواقف مع زي ما قلت عودة أحمد سايزيزو هيكون مؤثر جدا في الحركات الهجومية طيب هل انت شايف بحسب كلامك كده أنه ناد الزمالك ضيع الفوز في مباراة الزهاب اللي كان هيساعده في المباراة اللي جاية؟ 100% كان فرق زي دي طبعا وكان لازم يفوز بعدد وفير من الهدف يعني ثلاثة فيما فوق كمان لأنه فريق دريمز ما عندوش أي أغوى أحرج فرق كتير مما فيها فرق شمال أفراقيا في مشوار فريق دريمز نحو الوصول للسامي فاينال لكن برضو كان بيلعب بطريقة أنا معديش سيستم أنا فاجأك عندو لعب خبرة زي لعب لعب الإسماعيلي والمقاصة والأهلي وبرامنز حتى لو جون أنطوي واللي مش في حالته زي ما قال مدربة عبد الكريم زيت وهذا المحلي الغاني هناك المدير الفاني لفريق دريمز قالك الرجل مصاب وعنده رجلي وغرمى وحاجات كده كتير قوي لكن مؤثر لعب بيعرف عقلية اللعب المصر لأنه أكتر محترف في مصر سجل أهدف بالمناسبة فذكي في أنه يوصل لهم أنه لما تربكوهم هيفكوا وده اللي حصل مع نادي زمالك بصدقة هرة وده اللي ممكن يحصل النهاردة لو مكانش في ثبات في الأداء الفني بدون هرجلة بس تتكلم عن عقلية اللعب المصري بشكل عام مش مش لعب نادي زمالك والله ده اللي حصل في العاب نادي زمالك فلا اللي هي بتشارك في المباراة البطولات للأنداء الأفريقية فهو عارف كواس قوي لعبت الزمالك بتفكر إزاي فإحنا نربكوهم إزاي وده اللي حصل في الصدقاهرة على فكرة كلام ممكن يكون نربكوهم إيه وده هم عملوا كده هو لعب بطريقة أنا مليش ملكة أنا مش هلعب بسيست معين أنا مليش طريق لعب مين النجمة عندي مفيش خطفة من هنا شوطة من هنا إلعب بدفع مقفل يزهقك على أرض الملعب وبعدين يختفق الظروف هناك صعبة لكن لعبت الزمالك خبرة الز بطلات الأفريقية يقدر أن هو يصل المباراة نهائية يختف الفوز من هناك وإحنا عارفين أن احنا أفريقيا ما بقتش زي أوروبا فلسه قعدت الهدف بدا فيه إحنا بس عندنا كتير قوي أنه التعادل السلبي يوصلنا لركلات ترجيح أو التعادل الإيجابي أو الفوز تعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الفوز يأهلنا ليه التأهل المباشر ليه المباراة النهائية بقتنا لزا ملك يقدر وعنده سيستم وجزي جومز محتاج ده لأن جزي جومز فيه على بس فهم كتير قوي فنية لكن فوزوا على النادي الأهلي غطى على حاجات كتير قوي فنية كتير قوي أخطاء سازجة في التغييرات وفي الخيارات وإنه يجيبوا واحد مطلعه بره القيمة ينزلوا فجأة في مباراة قمة مثلا أو يسحب لعيبة عن نصر مهمة في نصر الملعب يربط لك الحسابات ولو لا رمي التمس ممكن بخطفة مع معفرة بثقة من مثلا الجزيري على سبيل المثال وتقلقه في يومه في هذه المباراة غطى على حاجات كتير مشكلة الأهلي والزمالك في مصر أنه انتصاراتهم بتغطي على سلبيت لكن في المباراة الكبيرة الأهلي بيعرف يفرق زي أمام زين بلكونغول عارف يفرق بالخبرات وحظ أو فار أو حاجات كتير قوي فرقة في قلب المباراة هو استغل هو داس دي سامة الفرقة الكبيرة لكن في مشوار الدولي ممكن يعاني لأن مؤجلات صداع مثلا للأهلي والزمالك برمزي بيسحب بهدوء ففي تفاصيل لكن في نتائج بتغطي على سلبيات بالجملة طيب زي ما كنا نقول كده هم متخيلين أنهم عرفوا شكل طريقة لعب اللاعب المصري لو عادنا بصينا على تاريخ الزمالك مع الأندية في غانا هنقول له ما تقبلوش كتير يمكن عشر مرات حصل مباراة ما بين الزمالك وغانا ما كانش النصيب الأفضل للزمالك فيها لو فاز مبارتين اتهزم في أربعة وتعادل في أربعة ده حيأثر برضو النهاردة على سياق اللاعب؟ منطقيا لا طبعا فيش حاجة اسمها تاريخ تاريخ من ناحية جانبا مالوش أي علاقة أرض الواقعة انت فكرت ازاي عملت سكاوتنج ازاي على الفريق الغاني وده أمر صعب قوي لانه زي ما قولنا الفريق العشوائي انت مش عارف هو مين ثين ليه يعني هو قصة في انه مالوش سيستم هو بيعب طريقة معينة لكن إزا مالك بيعلي العين أفضل طريقة علشان بس الراجل ما يلخفنش الدنيا جوزي جومز إلعب بأربعة اتنين تلاتة واحد ما تتفزلكش يعني نلعب بالأمان حط اتنين استوبرين وبكين عادي ما تلعبش بتلاتة في القلب لأنه تلاتة في القلب تخلق مساحات اللي هو تلاتة استوبر تلاتة كلوب دفاع اللي هي خمسة في الدفاع ليس مع الزمالك الكورة بيطير الجنبين وبقى بس فيه تلاتة في القلب ويطيروا خمسة في نص الملعب ويخدموا على الأداء الهجومي دي طريقة لأ مع العشوائي يزعجك في أي هجمة مرتدة في صغرات مساحات يستغلها لهم عنهم طيارات بالضبط كده لكن يلعب أربعة اتنين تلاتة واحد لطريقة الأنسب بالنسبة لي لعب نادي الزمالك عندك المسلوسي خلاص تقلق تعملق وبقى متأقلم كان ظهير أي من أول مجلس زمالك ومع تونس دلوقتي بقى ستوبر قلب الدفاع وشايل كويس قوي مع حسام عبد المجيدة في تكري الاتنين دول عملوا توازن في خط الدفاع نادي الزمالك وفتكري أنه يبدأ بيهم إلى جوار فتوح في حالته ولازم يكون في حالته فتوح لأنه أي سراحان في التلت الهجوم يفتوح مع طيرانه من ناحية الشمال هيبقى فيه إزعاج برضه ويدخلط فيه سرق على طول ولازم تغطية من قلب نص ملعب لأنه فتكري نهارده كمان ممكن محمد شحيته يبدأ المباراة أحمد حمدي لغنى عنه لكن محمد شحيته مهم جدا نهارده لأنه لازم يكون مصمار في نص ملعب لضبط الإقاع مع طبعا نبيل عماد دونجل الاتنين دول عليهم العين لما اللي يفك ويربط يفك هجم الدريمز في أي حلعة شوائية ويربط تلتك الدفاع بتلتك الهجومي مع الإتقان في التسليم وتسلم وبلاش فزلكة في بناء الهجم على الأرض الزمالك أحيانا بيخطئ في أنه يطلع الكرة من تحت من عد الحارس على الأرض تك 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 في المباراة الزيدي مع أرضية ملعب سيئة غلطة بورطة على طول غلطة بورط طلع أمن وبعدين ربنا سهل لكن ما تزودهاش وتقول أنا الزمالك أنت زمالك بس الزمالك في المواقف اتعامل بزكاء شغل مخك مش جري وخلاص طيب هل جميز أدرك النقطة اللي أنت كنت تتكلم فيها دلوقتي أنه هو أن الفرقة بتفك مثلا أو أول ما بترتبك خلاص الدنيا بتضيئة مثلا فبدأ يشتغل على الحالة النفسية اللاعبين أنه يكون فيه تماسك أنه يكون قريبين من بعض أنه حتى لو ما قدرناش نحرز هدف في البداية فإحنا لسه معنا الوقت فلمسك نفسنا حتى مع ضغط طبعا الجمهور وأرضية الملعبة المختلفة ده أكيد مية في المية والميزة أنهم مش بس رحيم بدري وطيارة خاصة ومجل الصدارة تقريبا بالكامل موجود معهم هناك معهم أخصائي سايكولوجي مع لعبين أخصائي ذهني فده بيهيئهم بشكل أو بآخر زي ما قلنا الشكبالة كمان هيجيب عن المباراة بدعا الإصابة في العضل الأمامية في تدريبات في اليوم القابل الأخير من المباراة أو الأمس فإنه بيتكلم على العيبة بشكل أقرب عن إنه هيبقى لعب فمش مركز أكتر في غير في إنه يحافظ اللعبين ده دور مهم أو اللعب أصلا خبر يعني موظمهم دوليين سواء كان المحليين أو الأجانب موظمهم دوليين مع مضخبات بلادهم لكن الفكرة في التنفيذ على الأرض ملعب إزاي ما تفكش لأنه جوزي جومز هو عنده قناعة إن أنا مفكرتش قدام الأهلي إن أنا الأهلي يتعادل معي فأنا كسبت بس أنت كنت مضغوط ضغط يعني أنت كنت محظوظ برامي تتمثلت لعبة طويلة علشان يخلص أو حالة سيف دينش زيري اللي خلصت حتى في غياب زيزو لكن في المباراة دي هو عنده ثقة زيادة لأنه زيزو وجوده على الأرض ملعب بالمناسبة بيدي ثقة أكبر للعابين إن في حد يخلص أو يحمل مسؤولية التالت الهجومي إنه بقى في حركية فده بيدي ثقة بشكل أبخر زيزو دور مهمة لأنه المهارات الفردية لما تخدم على أداء الجماعي ونتيجة بأجماعي في مثل هذه المباراة كان لواحد اتنين ودخل وخلص فرصة زيزو بتاع الفرصة ومثلوا أنه عنده ثبات في المستوى الفني فبيديك اطمئنان بشكل أبخر مع سيف الدين الجزئيري والثقة بهدفي الأهلي مع مصطفى شلبي ممكن يبدأ المباراة النهاردة أفتكر هيكون موجود كداء مهم قوي بس برضو ما يتفزلكش في التغييرات يعني التغييرات احنا طبعا عارفين في بعض اللعابين اللي ما ساجلوش قدهم زي عبدالأس عيد واوا والعابين اللي شاركت الفرقين مع أنديتهم ما قبل الانتقال للنادي لزمالك في فترة الأخيرة لكن أنا أشوف أنه اللعاب اللي موجودة على الأرض ما اللي عندها التفاهم أو التشكيل الأنسب بما فيهم عوات طبعا لأنه تقلق في الفترة الأخيرة طبعا ليها فوات لكن أفتكر أنه هو بخبراته وعنصر مؤثر كمان في حرص المرمى وعليه العين أنه هو يتقلق وفي أي اختبار جاي برضو الدربة ما يعوش جاي هو ما عندوش حلول محمد صبحينش موجود فما فيش حد حيبقى موجود في المرمى غيره صحيح بعد كده ولد صغير سن بس فكرة أنه جوزي جمز والله يخدنا ممكن يخدنا ممكن يفاجئي أقول لك أنه أنا أغير أي حاجة طبعا مش في حرص المرمى يعني بس أنه ساعد بيعمل أي حاجة يعني أخر حم نشوف من نوع جدا صحيح هي دي بقى الفكرة أنه أنا بخاف من فزلكة المدير الفني الأجنبي اللي ما يعرفش أدغال قراءة الأفريقية أعماق القراءة الأفريقية في البطولات فيجي روح عامل تغييرة كده مختلفة يجيب لعب زي ما قلنا بره القايمة خالص ما عندوش إحساس الملعب ويكون منزله على الأرض الملعب ساعد بتربك ساعد بتفك الفرقة زي ما عمل تغييرات ما كانش صالحة أنها تحصل في مباراة الأهلي ليه بقول مباراة الأهلي لأنها الاختبار الأقوى قبل مباراة أفريقية لكن في كل الأحوال الزمالك عندو العقلية والاحترافية والخبرات بتاعت اللعبين نخلي بس المدير الفني على جنب الخبرات بتاعت اللعبين اللي يقدر أن هما يديروا أمورهم على الأرض نلعب في المباراة حاسمة علشان يتأهلوا للمباراة نهائية عظيم طيب إزاي الزمالك يبدأ مباراة النهاردة؟ زي ما قلت أربعة اتنين ثلاثة واحد وبلاش فازلك وهيبتدي بعواد فتوح عمر جابر على اليمين مهمة جدا دورة عمر جابر النهاردة والاتنين لازم عليهم العين في طيران والطيران المدروس يعني ما يروحش ويسرح لأنه هيبقى فيه من نهاية ما قالت أنه فيه رتوبة فيه أرضية ملعب مش مناسبة فممكن نعيب يتعب بيجي له كرش تنفس في الأحرى فلو كده لازم يكون مأمن بين نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وقدامهم هيبقى متقدم أحمد حمدي والاتنين نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة عليهم أدور في التغطية على طرفين يعني لازم يكون بيميل وبيميل برضو بشكل مدروس وما يعرفش الضربة جاية منين فأي هاجم مرتد لازم يكون أعمل حسابه أنه ستوب ديها تقف ويعطالها صحة والضغط ما يكونش بتحليق من لعاب نص الملعب ما بكلمش على التالت الدفاع ليه لأنه أول خط بيدافع صح نص الملعب فلازم يكون فيه دراسة للضغط والضغط ما يكونش تحليق مش بحجز على الرجل عشان أنا حين هو ما يمررش في الزاوية دي في أطر تكتكية معينة لكن لازم الضغط والضغط يكون أجريسيب شوية مع توزيع الموجود على الأرض الملعب ما ينفعش أن أنت تندفع بشكل كبير ولا تتراجع علشان تقول لدرجة الحرارة أو أرضية الملعب أو ما يقعوش مني في شرطة تانية فتراجع قوي بترى اللي تخليهم يضغطوا مرة 2-3 مع الضغط الجماهيري يربكوك لا غينا زي ما قلنا عن محمد حمدي اللي بيخدم على سيف دين شزيري زيزو وشلبي مصفى شلبي وزيزو يا رب يكون تم شفاقه بشكل كامل ده اللي جاي لنا من هناك لكن مهم أنه في أرضية الملعب الصعبة دي في الأجواء دي ما نتمناش ترجع له أو تتفاق من الإصابة هو يبقى خايف على نفسه لكن زيزو فايتر محارب بينزل بيركز على الأرض الملعب وإن شاء الله يقدروا يكون مهمة نهاردة في الحركات الهجومية 4-2-3-1 ما فيش خلاف على أنه يلعب بطريقة مخالفة عن هذه الطريقة وإلا هيعاقب في تلتة دراجعة التمرينة الأخيراً بارح كان فيها تركيز على ضربات التريح جميز بيحاول يقفل كل السيناريوهات عشان يسعى لتحويل الدريمز لحقيقة صحيح أكيد يالي بدريمز لصالحه هو لأنه فعلاً لازم تهيئ لعبتك لكل الظروف حركة قلتي كل السيناريوهات فرقلات الترجيح اللي ممكن تأتي ما بعد تعادل سلبي فقط لأنه تعادل الإجابة من فصلحة الزمالك أطول لأنه الهدف هذا فين في خارج الديار زي ما احنا عارفين مهم أنه كان نهاية العيبة لهذا الموقف لأنه لو حصل في أرضية ملعب فأجواء برضو زي ما قلنا لازم يكون العيبة مهيئة للموقف ده ويكون عنده كمان كفاءة في الإنهاء وصلابة دينانه متعود خلاص وسكاوتين كمان على حارس المرمى وإن كان ده برضو أمر صعب قوي أن احنا نعرف حارس المرمى بتاعهم وطألق بالمناسبة في المرة الأولى لكن نعرف الزوايا لأنه من الصعب أن أنت جيب مباراة كان بيحرص فيها المرمى في رقلات ترجيح أو رقلات جزاء حتى وتبقى نادرة حتى في الكأس كوفيدرية الأفريقية لكن كان مهم قوي أنه يديهم إحساس أنه لو وصلنا إلى رقلات ترجيح أنت لها أنت أدها لازم يكون متعيق وده كان أمر مهم جدا طيب فريق دريمز هل أنت شايف أنه عنده نقاط ضعف من خلال متابعتك لمباراة الزهاب؟ مليان بس أنت تستغلها يعني هو زي ما قلنا في البداية ما عندهش تستم فدي سلاحظه حدين يعني اللي هو ممكن تستغلها وممكن هو اللي يستغلك ممكن هو اللي ياكلك الفوضى البناءة بالنسبة له فآه الرجل عبد الكريم زيته المدير الفني لفريق دريمز أتكلم عن أنه أنا معديش غير نجم واحد بس أنتو تعرفوه اللي هو جون أنتوي الباقي الفريق كله نجم بالنسبة لي عنده نقاط ضعف لأنه النصف ملعبه ضعيف جدا عنده نقاط ضعف لأنه دفاعه ضعيف جدا عرضيات عليه ما بيقدرش أنه يتعامل حتى وإن كان عدهم أطول لكن ما بيقدرش معدهمش الكفاءة فلو اشتغلت من على الأطراف لأن زي ما قلت فتوح وعمر جابر دوره مهم في طيران علشان يبتدوا يشغلوا لازم يتعمل على العرضيات وصفني نجزيري لما ينزل ينزل بشكل مدروس ما يرهقش نفسه والزاك يلعب تلاتة في نص ملعب النهارد ما يرهقش نفسه في الأداء الدفاعي علشان ما يقعش ولما يكمل لأن الأطراف لازم يتخدم عليه بشكل سليم بلاش العمق هما بيعملوا زحمة في العمق حاول تفك الملعب يعني النهارده لازم جوزيري جومز يلعب على ستريتش الملعب أنه حرك الكرة بالعرض كتير جريهم وراء الكرة وبعدين جمع لها في الجهة وقلب النعب في الجهة العكسية يجريهم وراء الكرة؟ طبعا بس دي نقطة إحنا بنبقى دايما واخدين بالنا منها أن اللعيبة الأفارقة هما اللي عندهم السبيرت الأعلى هما فكرة الجري وراء الكرة إحنا اللي بنتعب أسرع مش هما اللي بتعبوا أسرع ففكرة أن أنا جريهم وراء الكرة أنا اللي مش معرفش إحنا هنبقى فت كفاية إن إحنا نقدر نجري ونجريهم ولا رأيك إيه؟ لازم نكون جاهزين وفت طبعا بس فكرة أنه نجريهم وراء الكرة مش لإتعابهم مش نشقيهم يعني مش للنفس يعني فكرة إتعابهم إنه نتعابهم تكتكين هو أما يجري في جهة وبعدين لما تقلب المعرفة في الجهة العكسية عبال ما يعمل الدوران بتاعه ويبدأ يروح على الزاوية اللي أنت فرغتها علشان تخدم بيه على الطيران بتكتيك ده اللي بتجريه وراء كرة فبتحس أنه مربك وده اللي حصل في المرة الأولى بس أنت ما استغلتش فرصة ضيعت وكان واضح حتى يمكن فيه الكرة اللي جات في العرضة في مرة أفتك رحسام المنجيدي اللي حطها أو الزيناري فيه فيه كرات كتير جاءت حتى كان كلنا مستغربين الكرة مش عايز تيجي بيذكرون بحاجات من زمان يقول لك في أفرقى إيه اللي بيحصل ده فساد قائرة يعني مش منطق أو كده فلا ضيع زمالك فرص كتير وكان عنده فرص كبيرة قوي لازم يستغلها النهاردة لأنه نص ملعب ضيع ما عندهمش هجوم غير على الهجمات المرتدة دفاعهم من العمق بلاش بس عشان هو زحمة فلازم تعمل سريتش زي ما قلنا ملعب شغل الأطراف أو قلب الملعب من جهة الأخرى هيعمل لهم ربكة مع المساحات والفاجوات الموجودة مع تكملة لعبين نص الملعب محمد الحمد عليه دور مهم جدا ولو النهاردة محمد الحمد يشتغل صح هيسجل في هذه المباراة إذن بتتوقع أنه زمالك هتخطى هذه العقبة وإن شاء الله موجود في النهاية بإذن الله إن شاء الله لأنه اسمه مصر هو الأول والأولى وكمان أولاً ويبقى زمالك يلعب باسمه مصر نتمنى بإذن الله أنه هو يتأهل لأنه عنده الكفاءة لأنه لو يتأهل بالمناسبة ما بين نهضة بركان وتحدي الجزائر أفتكر بما حدث حتى في المباراة الأولى والخلافات وكصص كده يعني بتأثر على كرة فيما بين البلدين بشكل أو بآخر لكن الزمالك لو عدنا هذه العقبة العشوائية في الكرة المنضبطة اللي هتجيله في الفاينال أين المكان من الغريم الزمالك يقدر أنه يفوز باللقب التاني ليه في كأس كنفادر الله الأفريقية بعد 2019 إن شاء الله نرجع ونحتفل إن شاء الله بحصول لقب جديد في السنة زي ما خدنا اللقب في 2019 نشوف سوبر أفريقيا بقى أهلي وزمالك إن شاء الله بعد دوري لأبطال الأهلي وزمالك لكونفادر الله إن شاء الله إن شاء الله رب محمد عفيفي الناقض والمعلق الرياضي بنسعد بوجودك معنا شكرا لوجودك شكرا للك